اشتركوا في القناة والتقدير والامتنان إلى جلالة العهل المغربي لما حظوا به من رعاية وحسن تنظيم اللقاءات واستحضر المشاركون الرسالة السامية التي وجهها جلالة العهل المغربي في المؤتمر الرابع للرابطة والتي تمت إضافتها إلى أدبيات الرابطة لما تضمنته من أفكار سديدة ترمي إلى تدعيم العمل البرلماني العربية الإفريقية المشترك بما يساهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى مزيد من التقدم والازدهار خصوصا في هذه الفترة التي تعرف فيها من المنطقة تحولات عميقة ومهيكلة وأعلن المشاركون عن تجين مرحلة جديدة لترسيخ التعاون البرلماني الإفريقي العربي المشترك لمد جسوره إلى الفضاء البرلماني بأمريكا اللاتينية والكاريبي يتشرف المشاركون في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وهم يختتمون أشغالهم التي انعقدت يومي الثالث والرابع من مارس للعام 2022 بمقر مجلس المستشارين بالرباط وكذا المشاركون في منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكريب أن يرفعوا إلى جلالتكم آيات الشكر والتقدير والامتنان على ما حظينا به من رعاية وكرم الضيافة وحسن تنظيم لقاءاتنا متمنين لجلالتكم دوام الصحة والعافية ولبلدكم المضياف مزيدا من التقدم والازدهار والرفاء اشتركوا في القناة